مساء الخير في أطفال كتير بعد الطلاق بتبقى زي الكورة الأب بيشوتها في ناحية والأم تشوتها في ناحية تانية كل واحد عايز يخلص منها الطفل المفروض يعمل ايه؟ طيب لو كانت بنت تروح فين؟ تتصرف ازاي؟ ده السؤال اللي بتسأله سارة بطلق قصة حقيقية النهاردة تيجو نسمع الحكاية من الأول ونشوف سارة بعطة تقول لنا ايه؟ اسمي سارة وعندي عشرين سنة أبويا وأمي انفصلوا عن بعض من وانا لسه عيلة وعندي حالياً أخوات كبار شؤقة متجوزين واتنين أصغر مني خلفهم أبويا بعد ما سابق أمي مشكلتي يا سالي بدأت من وانا لسه طفلة صغيرة لما ماما اطلقت بعد مشاكل كتير وخدتني أعيش معاها بس أول ما بابا عرف انها اتجوزت رفع عليها قضية عشان هو اللي ياخد حضنتي وفعلاً اتفاجئت بقوة من الشرطة جم خدونا على الاسم وبابا استلمني هناك بعد ما كتب على نفسه ورقة اني هاعد معاه هو خلاص وهو اللي متعهد بمصاريفي عشان يشيل من عليه النفقة اللي بيدفعها الأمي كل شهر كان كل همه انه يغزها وخلاص عشان اتجوزت من راجل تاني مع ان هو كمان اتجوز من واحدة تانية لكن انا ما كنتش في دماغه خالص من تاني اسبوع مراته بدأت تشتكي مني اني بنام ومش بعمل معها حاجة في البيت مع اني كنت لسه صغير وعشان بابا كان عايز يراضيها كان بيفضل يزعق لي ويقول لي هو انت هتفضلي كده لازم تقومي تتحركي وتعملي اي حاجة بدل ما ساعدها على قد سني بقيت انا اللي بعمل كل حاجة في البيت لدرجة اني كنت بخسلها هدومها واعمل الفطار والغدى والعشاء وفي الاخر تتنك عليا تضربني قدام ابويا وهو قاعد ساكت حرفيا يا سالي اتحولت الخدامة في بيت ابويا عشان اخدم مرات ابويا وعيالها الصغيرين ومن ناحية تانية جزء امي هو كمان ما كانش مرحب بوجودي في حياتهم ما كانش عندي مكان تاني اروحه كبرت شوية لحد ما ربنا كرمني بولد طيب حبني وحبيته وجيت قدملي واتخطبنا بس ما حدش سايبني في حيلي الكام شهر اللي عداهم معاهم لحد ما روح بيت جوزي وارياحهم مني كل شوية في مشاكل كبيرة خايفة انها تأثر على جوازي وشكلي قدام خطيبي يعني على سبيل المثال من فترة كده اختيك كبيرة كلمتني وقالتلي تعالي عودي عندي انا عزماك فبابا قال لي روحي عند اختك شوية وخدي اخوك الصغير معاك بس مرات ابويا ما رضيتش وزعاقتلي جامد فرحت الاختي الوحدي وبيتة عندها تلات ايام والله مفيش غيرهم وجوز اختي بالمناسبة يبقى ابن عمتي وكان مسافر ومش موجود في البيت مجرد ما رجعت بيت ابويا ولسه بخسل ايدي وهو الشي لقيتها بتشتوني بتقولي ببيت ده مش لو كان ده انتي ازاي تباتي برا مفيش بنت محترمة تعمل كده كل ده وبابا واقف بيتفرق ما عملش حاجة قعدت اعايت وكلمت جوز اختي التاني عشان يجي اخدني ولما جي مرات ابويا تخانقت معا وشتمتني قدامه وفي الاخر مشيت معا وفضلت قاعدة عند اختي اكتر من شهر من غير ما بابا يتصل بيا او يسأل علي وفي الاخر قال لي لو جيت ترجعي يبقى لازم تعتذري لها الاول وغس معاني رجعت وصالحتها بقت تشتمني كل شوية طب خدوا دي لما خطيبي بيجي يزورني بيجيب معا تورتة مثلا او جاتو او هدايا فامرات بابايا بتقولي الحاجة دي جايا لي انا مش دا بيتي كالما خطيبي يجيب لي حلويات الموسم ترميها من ورايا ولما جيب كريم لنفسي تاخدوا مني اي حاجة اجيبها لنفسي تاخدها وترميها حتى الفلوس كان بتفتش في هدومي وحكتي وتاخدها من ورايا وفي مرة خطيبي يجيب لي قطة صغيرة عشان تسليني رح اترميتها عالسلم لحد ما ماتت وطردتني ساعتها لتاني مرة بعد ما شتمتني وضربتني بالقلم قدام ابوي وبردو ما عملش حاجة وقال لي انتي لغلطانة ساعتها ما قدرتش اععد في البيت رحت اععد مع امي وبعدها رجعت تاني عشان ابوي عايز كده لما رجعت لقيتها بتقول لي انتي دخلتي بيتي وما تأسفتيش لي اخر ما زهقت وتعبت قلت البابا انا هشتغل ويديك الفلوس اللي بقبضها بس خليها في حالها بعيدة عني قال لي ماشي ونزلت اشتغل يا سيلي من الساعة 11 الصبح لحد 12 بالليل لما كنت بارجع واجي عامل اكل نفسي كنت باكتشف انها بتأكل عيالها وترمي باقي الاكل عشان ما كلش منه وتقعد تزلني كتير وتقول لي انتي تخينة انتي مش حلوة انتي انتي مع انه وزني 85 كيلو لما كنت بجيبه دوم وتلاقيها حلوة علي كان بتسرقها ولما اتكلم في التريفون كانت بتسخن ابوي علي وتخليه جي يضربني وهي تضربني معا حتى الفلوس اللي كنت باشتغل بيها كانوا بياخدوها مني لما خطيبي يديني فلوس ياخدوها مني اي حاجة في ايدي على طول تتاخد ويدوها لاخواتي من ابوي بما فيهم اكلي حلوياتي اللي باشتريهم من فلوسي لما ارجع من الشغل ما لاقيش اكل ولا قطي مش متنظفة مع اني مرويقها ومنظفها قبل منزل وبعد خطبتي بفترة مرات ابويات خانقت معي ضربتني وشتمتني بافزع الشتائم حاجة اللي تقدب بعد ما شتمتني لقيت ابويات بتردني ويقول لي انا مش عايز واجع دماغ امشي وما تجيش عندي تاني وطردني الساعة اثنين بالليل علما بان امراته طردتني من البيت قبل كده ثلاث مرات كل مرة تكون بالليل متأخر وفي اخر مرة اطردت فيها فضلت قاعدة في البيت لحد الساعة حمسة الفجر شان تكون الشمس طلعت وخدت هدومي ومشيت عند امي ودلوقتي بقالي اكتر من خمس شهور ما فكرش فيهم يسأل علي ولا داني فلوس رغم انه كاتب ورقة في الاسم وماضي عليها اني معاه في البيت ما بقاش بيبعت نفق الامي من ساعتها ودلوقتي انا قاعدة مع امي وجوزها مش بيصرف علي ولا عايز يجاهزني حتى شغلي اللي كنت بشتغله سبته من فترة بسبب حالتي النفسية ما بقاش عندي مصدر دخل اجيب منه جهازي لما اضطريت اكلم ابويا بعد فترة رفض يجاهزني ولا عايزني اعود معاه في البيت وبيقول لي مراتي قالتلي لأ ودلوقتي طب جهزني وخليني قاعد في بيت جوزي وهرياحك مني انتوا ليه بتعملوا فيا كده وبردو مش عايز يجيب اي حاجة ومحدش وقف جنبي خالص ودلوقتي لما بتيجي مناسبة وخطيبي يجيب اهله عشان يزوروني عند ماما ابويا مش بوافق يجي ويقول لي انا مالي اتخنق مع خطيبي كتير عشان يفاشك للخطوب ومراته مقاوية علي وبتسخنه كل شوي وتقول له عيالي اولى انت هجيب لها ليه انا تفضحته قدام خطيبي واهله وقدام الناس كلها بقيت مش عارفة اعمل ايه ونفسيتي تعبت لدرجة اني ما بقيتش ااكل ولا اشرب بقيت اصهر عيات كل يوم لحد ما بقى شكلي وحش من كتر العيات فكرت كتير في الانتحار وارتاح من الهم والزول اللي انا فيه ده على الاقل هيبقى القبر بتاعي الوحدي محدش هيطردني منه والله العظيم بكتب لكم وانا مش شايفة الكلام من كتر العيات والقهرة اللي انا فيها قولولي اعمل ايه قولولي اعمل ايه قولولي انا اعمل ايه والله لحد هنا خلصت رسالة سارة عارفين شبه حكاية ايه فاكرين سندريلا ومراد ابوها بس باباها كان ميت كان متوفي في القصة دي مراد باباها استفردت بيها بهدلتها زلتها زي ما احنا شايفين بس في حكاية سارة الاب عايش مراد بابا بتقومه بتقوميه على بنته انت شريك في الافطرة والقهر وفي كل الحاجات اللي بتعملها في بنتك طب سارة دلوقتي مفروض تعمل ايه مع ابوها مين اللي ممكن يساعدها ويقف جنبها طب اللي بيحصل ده هيخلي خاطبها يسيبها او يرجع يعيرها ويزلها في يوم الايام اسئلة كتير قوي في حكايتك يا سارة هنحاول نجاوب عليها بس بعد الفاصل استنون